تشهد عدة دول في شرق الأوسط تقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بعواصف ثلجية وأمطار غزيرة في عدد من البلدان وبدأ تساقط الثلوج في مرتفعات الجولان وقمم الجبال في شمال إسرائيل فيما حذر من تشكل الفيضانات في المناطق الساحلية والجنوبية في إسرائيل وخصصت سلطات في دول حوض البحر المتوسط أليات لفتح الطرق وإزالة الثلوج والجهوزية في حالة الطوارئ وحول هذا سياق ينضم إلينا من مدينة القدس مراسل أيتونفور نيوز سعيد محاجني مرحبا بك سعيد ما هي صورة الوضع في إسرائيل بداية في ظل هذه الأجواء مرحبا بك زميلي محمد وأخيرا وصلت العاصفة ألفس في هذه اللحظات أمطار غزيرة في كافة المناطق فيضانات عارمة في العديد من المناطق من شمالية البلاد حتى شمالية النقب بدأت الآن الرياح بالاجتداد هنا في مدينة القدس أجواء باردة بشكل جنوني يعني لا نستطيع المقوث إلا لبدعة ضقائق في الهواء الطلق ومن ثم نعود إلى داخل المباني المغلقة لنأخذ بعض الدفء الثلوج مستمرة في هذه اللحظات في الجليل الأعلى بالإضافة إلى المناطق العالية من الجولان بعد ساعة من الآن وبعد ساعتين من الآن تدخل كتلة باردة بشكل أكبر وأوسع لتطال الثلوج مدينة القدس ومناطق الضفة الغربية بالإضافة إلى كافة المناطق التي ترتفع عن 600 متر كافة حالات الطوارئ الآن تتأهب كافة الطوارئ الآن تتأهب في مدينة القدس وفي كافة أرجاء البلاد إسرائيل في هذه اللحظات تتجهز لمجيء العاصفة الثلجية سعيد قد تكون الصورة هي خير دليل على هذه الأجواء التي تصفها السؤال الآن بعيدا عن إسرائيل كيف يلقي هذا المنخفض الجوي بظلاله كيف يؤثر على بلدان عدة في الشرق الأوسط ما هي مدة هذا المنخفض وإلى أين سيتجه بعد هذه المنطقة يعني العاصفة الثلجية انطلقت بداية من الكتب الشمالي مرورا بروسيا في روسيا اتخذت أيضا قوة أكبر وانطلقت باتجاه الأراضي التركية واليونانية حيث شاهدنا مشاهد مرعبة هناك وصلت ارتفاعات الثلوج إلى قرابة المتر على الشواطئ ومن ثم انطلقت هذه العاصفة الثلجية باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه الأراضي المصرية السواحل المصرية وإلى إسرائيل ولبنان وسوريا والأردن ويعني ستتراكم الثلوج لقرابة النصف متر على بعض المرتفعات بكافة أرجاء الشرق المتوسط نعم نعم صعيد محاجي شكرا جزيلا لك وابقى دافئا وانتبه لسلامتك شكرا جزيلا لك